امبارح مجموعة من برضو الصيع يعني انا قاس ما عنديش اسم تاني بالمناسبة راحوا اعتدوا على السيارة من سارة شرطة قرية في البدرشين اللي ولاد دخلوا عربية وعربية شرطة عربياتنا كلنا يعني ملك الدولة قاعدوا حدفها بالطوب ويولعوا ويعملوا ملتوف وغيروا الدولة قوية القوية طبعا قوية جدا لا يمكن يحصل حاجة في بلد فيها مئة مليون ورا قيادة وعندي جيش وعندي شرطة وعندي 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 شعب واعي اي مجموعة مستلة مرتزقة هيتمسكوا الشرطة بسرعة عبرت عليهم حددتهم وعبرت عليهم اهم اهم هما دول الاشكال دي بصوا عليها كويس بصوا عليها كويس اهو دول دول اللي فندية مسكين طوب ومسكين ملتوف وبيحرقوا في عربية شرطة وبيضربوا رجال الشرطة وبيعتدوا عليهم ويجروا و hostingوا نعتبروا ن proced ﷺ آدي يا سيدي آدي آدي يا سيدي ها the next اهو بص على بص على البيه بص على الحج المحترم بص على الرجل بص على الشباب بص على الناس بدل ما يروح يشتغل والبدل ما يروح يعمل مش تفرغ 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 اطعيت اخوان كلهم هيقول هيه الله ايه الثقافة الزفتة دي ايه اللي حصل طيب انا بقول هم دول بقى يروح فين دلوقتي ده بيعتادوا على شرطة بيحرقوها بيعملوا بيخلي ايه كل دي تبقى للقانون ايه اقل حاجة خمستاشر سنة سجن اقل حاجة في تقديري اقل حاجة خمستاشر سنة سجن يعني الوده هيخش السجن والراجل ده هيخش السجن والوده التاني نتيجة ايه سمعوا كلام محمد علي وسمعوا كلام معتز مطر معتز مطر قاعد هناك في في مع دعاء في في تركيا ومحمد نصر قاعد مع النسوان في اسبانيا والتاني مرهيب مونير قاعد مع الساعات ومصانع الساعات في لندن وهم سايبين اهم راحوا اهو اهو اه فرق فرق الناس دي اهو الافندية دول الحاج الكبير اللي في النص هم دول دول اعدين يسخنوهم وهم برا ودول اعدين هنا بيسمعوا سمعوا كلامهم هاتلي الصور تانية يا وليد هاتلي الصور تانية من فضلك هاتلي العيال من فضلك هاتلي العيال من فضلك العيال دول اهم الولاد دول كل واحد فيهم اهو كل واحد يهم مش اقل من 15 سنة سجن مش اقل من 15 سنة سجن اعتداء محاولة حرق سيارات شرطة او حرقها او او الاخره دول طلعين للتخريب مش للتظاهر والتظاهر له اجراءات قانونية اللي عايز تظاهر يقول ان عايز تظاهر يحدد المكتن زي ما قلت لكم لكن ده مش طالع يتظاهر انت حج مش عيب عليك عيب على العالم تصلى اللي في وشك والله عيب اما يمسك طوب ويحد في طوب ويحرق ويمسك من يطوب فتفرج العيال دول دول ضحايا مين مين اللي هيتحمل وزر دول واهالي دول وامهات دول واولاد دول مش عندهم ولاد دول دول مش عندهم اولاد وعنده ابو وامو وعنده عيلة ده لما يقعد 15 سنة في السجن 15 سنة مين مين هيربع عياله 15 سنة مين انا بقول لكله وتيجي بعد كده ابني في السجن وضعيط وإيه الاخره طب احنا ليه بنعمل في نفسنا كده ليه بنعمل يقول لك انت ضد الحريات لا والله مع الحريات والله انا مع الحريات والله انا اعشق الحرية والله لكن في نفس الوقت الحرية المسؤولة هو انا عشان اطلع اقول عندي مشكلة ولا عندي كارسة اطلع اقول يسقط اقول ياسيدي يسقط ما عنديش مشكلة اقول لكن تمسك طوبة تمسك ملوتوف تمسك سلاح هنا ارتكبت جريمة انت ممكن ببقك تقول انت عايزه كل واقف طالما ملتازم وتكلم لو حد قرب منك يبقى ليك حق لكن طالما مسكت طوب ومسكت سلاح ومسكت المتفجرات هنا ارتكبت الخطيئة القانونية والمعصية الوطنية وده جزاك اهو زي دول دول رايحين السجن ورايحين السجن انا مش قادر نصدق في حد حاقل يعمل في نفسه كده يعمل في اولاده كده اهو الناس بتوع الاخوان اللي برا والناس اللي زي محمد علي واقعدوا يلا مين هينفعهم يلا خلي محمد علي جي ينفعهم خلي محمد علي جي ينفعكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر